اشتركوا في القناة السياسية والامنية والاستراتيجية لمنطقة الساحل وافريقيا مستمعين الاكارم مرحبا بكم معنا عبر امواج اداعة افريقيا افام في عدد جديد من برنامج الساحل وافريقيا في هذا العدد سنتوقف عند الانتخابات البلدية التي عرفتها ليبيا السبت الماضي واعتبرت كباريق امل ونقطة ضوء في المشهد السياسي الليبي القاتم فلأول مرة منذ عشر سنوات وفي عز انقسام مزمن بين الشرق وغرب البلاد استطاع الليبيون تنظيم انتخابات شملت 58 بلدية من مختلف مناطق البلاد وسجلت فيها نسبة مشاركة قدرت ب74% ولم تسجل فيها خروقات تذكر سواء من الجانب التنظيمي او الامني بعتة الامم المتحدة للدعم في ليبيا اشادت بنجاح اجراء عملية الاقتراع للمجموعة الاولى من المجالس البلدية وقالت ان هذه الانتخابات خطوة مهمة نحو تعزيز الديمقراطية وضمان حوكمة مسؤولة ومستجيبة لتطلعات الشعب كما تضمن شرعية المؤسسات الليبية من جهتهم اثنى مسؤولون في ليبيا على غرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ورئيس مجلس النواب عقيل الصالح باجراء هذه الانتخابات اعتبارها لابنة تمهد لاجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي فشل الليبيون في تنظيمها على مدار ثلاث سنوات بعدما كانت مقررة في سنة 2021 الامر الذي يطرح تساؤلات حول لماذا نجح الليبيون في اجراء انتخابات بلدية وفشلوا الى الان في اجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ومن الذي يتحمل مسؤولية هذا الفشل وهل اجراء الانتخابات البلدية سيمهد الطريق لاجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية وهل حان الوقت للتوصل للتفاهمات داخلية وخارجية تسمح باستكمال المصاري الانتخابي في ليبيا للاجابة عن كل هذه الاسئلة واخرى اسعد باستضافة الدكتور عبدالقادر السوفي أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية ومحلل إداعات افريقيا فهم أهلا وسهلا بك دكتور عبدالقادر السوفي مرحبا بك معنا أهلا وسهلا تحياتي لك أستاذ ريدا ولكل متتبعي قناة افريقيا فهم شكرا لك دكتور إذن دكتور كما تابعنا ليبيا تنتخب ليبيا تجري انتخابات بلدية هي الأولى من نوعها منذ الانتخابات التشريعية التي جرت في ليبيا في سنة 2014 في عز انقسام كبير بين الشرق والغرب الليبيين دكتور ما أهمية إجراء انتخابات في هذا الظرف بالنظر إلى التحديات والإكرهات التي تواجهها ليبيا أقول ويواجهها الشعب الليبي هي في الحقيقة هذه الانتخابات هي مؤشرات تقدم لمدى قدرة الليبيين تجاوز الإرهاصات الأزمة الليبية ومن هذا المنطلق نحن نتحدث عن ثلث بلديات ليبيا التي تم تقريبا أو ما يفوق تم الانتخاب فيها 58 بلدية من أصلا 142 بلدية بمعدل لا بعدد 350 مركزا خصيصات لهذا الغرض أولا ما يجب أن نقف عليه هو أن إمكانية إجراء الانتخابات ممكنة هذه الانتخابات جرت في الشرق وفي الغرب وفي الجنوب كلها مؤشرات تؤكد على أن الاستعداد الليبيين للذهاب إلى صناديق الاقتراع موجودة ثانيا الإمكانيات تنظيم الانتخابات موجودة مدام استطعنا أن نوفر هذا العدد من المكاتب وأيضا تنظيم الانتخابات وفي ظروف جيدة أيضا إذا نظرنا إلى عدد المترشحين المتنافسين وهم بعدد 2331 على 426 مقعدا مخصصة منها 68 للنساء و58 لذوي الإحاقة بمعنى أنها حتى القدرة لتمكين جميع شرائح المجتمع موجودة كلها معطيات تنبئوا لا أقول تنبئوا بالخير لكن تنبئوا بأن الليبيين قادرين على إجراء هذه الانتخابات اليوم أنا لا أعود لتصريحات ربما الساسة على المستوى السلطة لكن أعود إلى أهم شيء بالنسبة للليبيين نحن نعلم أن ليبيا قادرة على تنظيم الانتخابات والليبيون قادرون على انتخاب من يمثلهم في البرلمان وفي الرئاسة المشكلة هي مدى توفر الإرادة إلى تحقيق هذا الشيء أما الإدارة برزت إدارة مدام هناك خصيصات وسائل جانب جانب تنظيمية الجانب الأمني أيضا الجانب الأمني قد نظرت في ظروف جيدة لكن أيضا استعداد الشعب الليبي للذهاب إلى الفض نهائيا في هذا اللغو الذي أصاب ليبيا في كل مناطقها وهو لا يعبر عن حقيقة الكينونة الليبية ولا عن إرادة الشعب الليبي ولا على ما هو ربما متاح لنا والجميع من خلال ما يريدون عن ليبيا ليبيا أو الشعب الليبي في أغلبيته سواء كان الذي هو اليوم في ليبيا أو الذي يعيش خارج ليبيا ويتمنون العودة إلى أوطانهم كل هؤلاء تتوفر لديهم الإرادة لتحقيق أو عودة السلم والأمن تماما في ليبيا وضحر أولا هذا الصراع ثانيا إبعاد كل الفواعل الخارجية التي أثرت وتؤثر اليوم على المشهد في ليبيا أستاذ عبدالقادر سوفي في هذه النقطة بالذات نعود إلى الأرقام الانتخابات وجدت في حوالي 58 بلدية عبر كل تراب الليبي يعني شمال شرق غرب وجنوب قدرت نسبة المشاركة بـ 74% كل تقارير تحدثت عن إدارة جيدة من طرف هيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات للعملية الانتخابية دون تسجيل أي إشكالات سواء تنظيمية أو أمنية يعني من الناحية التنظيمية حضور شعبي إرادة أيضا هناك منتخبين ترشحوا لمناصب في البلديات كيف يمكن أن نقرأ هذا الحضور وهذا من الجانب التنظيمي من الجانب الشعبي ومن الجانب السياسي خاصة على مستوى البلديات التي أجريت فيها الانتخابات إذن هذه الانتخابات من ناحية التنظيمية من ناحية التغطية للطراب الليبي اتسمت بالشمولية أي شملت كل المناطق هذا شيء مهم جدا ثانيا في تسييرها اتسمت بالشفافية بمعنى أنها لم تسجل أي أحداث تذكر من شأنها أن تعيق هذه الانتخابات أو توثير جدلا في حالات قد تحدث في مكاتب وإن حدثت يمكن أن يكون ذلك لأنها مثل هذه الأشياء قد تحدث في مناطق أخرى خاصة دكتور أفتح قوس أن كل أنظر كانت متوجهة لهذه الانتخابات بالنسبة لهم كنموذج أو كاختبار لليبيا بعد توقف العملية السياسية منذ 2014 انتخابات شريعية والانتخابات البلدية التي جرت ولم تكن ناجحة في 2019 و2020 طيب صحيح هذا يؤكد أن إضافة إلى ما ذكرته أن هذه الانتخابات وإجابة عن سؤالكم تبين أو تثبت أنها موثوقة أي تتسم بالموثوقية بناء على كل هذه المعطيات يتأكد اليوم لدينا بما لا يدعو مجالا للشك على الإطلاق أن اليوم ليبيا تمتلك وسيلة تعزيز العقد الاجتماعي تمتلك القدرة على بناء مؤسسات الدولة تمتلك القدرة على توفير العلاقة ما بين الشعب والحاكم إذن تمتلك أيضا في نهاية المعطاف القدرة على بناء دولة مؤسسات وأكثر من هذا أنها لها الإمكانية أن تصل إلى ما يصب إليه الشعب الليبي ألا وهو إعادة بناء الدولة بشكل يمكن ليبيا أو الانتقال السلطة في ليبيا من السلطة ذات الشرعية الدولية إلى السلطة ذات الشرعية الليبية والوطنية الشعبية الشعبية بصفة سنمية وسلسة هذا من شأنه أن يلغي هذا النزاع الذي أنتج حكومتين وبرلمانين وشعبية وجيشين إلى غير ذلك من الخلافات والسراعات اللي هي موجودة اليوم في أرض الميدان فهد سياق الأمم المتحدة أشادت بإجراء الانتخابات كما أشادت بنسبة المشاركة أيضا الأمر كان بالنسبة للسياسيين والمسؤولين المتنزعين على الحكم سواء عقلة رئيس الحكومة حكومة الوحدة الوطنية أو رئيس مجلس النواب كلهم أتنوا على هذه الانتخابات وأعتبروها لابنة تفتح الأمل لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية كيف يمكن أن نقرأ هذه التصريحات الصادرة عن الأمم المتحدة وعلى الأقل على مسؤولين لديهم دور في المشهد السياسي في ليبيا المتتبع ربما لهذه الانتخابات ربما وقف على زيارة الميدانية التي قامت بها المبعوثة القائمة بالأعمال لبعثة الأمم المتحدة السيدة ستيفاني خوري بمعية وزير الحكم المحلي بدر الدين وهذا في أحواز أقول أنا في أحواز طرابلوس أي في جنوب طرابلوس وهذا يؤكد أن أولاً الاهتمام على المستوى الأعلى يمر عبر هذه الحلقات أو الجولات التي يقوم بها أولاً السلطات أو المبعوثين أو المهتمين بالشأن الليبي من هنا يمكن القول أن الحدث حدث كبير في ليبيا لأنه هو البداية أنا أقدرها أنها بداية الانفراج بالنسبة للأزمة الليبية تأكد أن الشعب له الشغف أنه يذهب إلى الانتخابات وأكبر دليل أن ما حدث في هذه الانتخابات البلدية نقدر أن نسموه النسي محاولة محاولة للنظر في كيفية في القدرة على التنظيم وفي تجاوز الشعب مع هذه مع إمكانية تنظيم انتخابات على مستوى أوسع لأن هذه الانتخابات كانت واسعة ربما لم تمس بعض المدن الكبرى لكن مست أحوازها في حدودها وشاهدنا أن في كل مرة كانت تقريباً عرساً ليبياً لأن الليبيين كانوا سعداء أنهم ينتخبون من يمثلهم على مستوى أقاليمي ما كانوا ينتظرونه منذ 2011 دكتور أطرت نقطة مهمة في إجابتك تحدثت عن الأماكن أو المناطق التي شهدت الانتخابات في المقابل هناك المدن الكبرى والرئيسية لم تشهد انتخاباتنا تحدث عن بلدية طرابلوس بنغازي طبرق البيضاء في الجنوب سبها هذه البلديات الكبرى التي تحتضن أو هي مصرح للصراعات السياسية الكبرى لم تشهد بها انتخابات معدى مصراتها هناك من يرى بأن يبقى هذا التحدي الأكبر بالنسبة لي في ليبيا أنه في الأماكن التي تعرف صراعات كبرى لم يستطع الليبيون إجراء انتخابات بها بسبب إرادة مرتبطة بسياسيين رأوا بأن الوقت لم يحن بعد بإجراء هذه الانتخابات مدام كانت القدرة على إجراء انتخابات في بلديات صغيرة مصراتها مثلا يمكن أن تقام هذه الانتخابات في بلدية كبيرة لماذا؟ لأنه نحن نتحدث عن 58 بلدية لو جمعنا 58 بلدية سوف يكون العدد أكبر من أي بلدية كانت في حتى وإن كانت ترابلوس ترابلوس أو بنغازي أو بنغازي ومن هذا المنطلق يقول الميخيال أن الإمكانية لتحقيق هذه الانتخابات على مستوى البلديات الكبرى ممكن جدا لذلك أنا قدرت أن الانتخابات في البلدية 58 هي محاولة للنظر في إمكانية أو في القدرة على إجراء انتخابات على نطاق أوسع وهذه التجربة يمكن من خلالها رفع بالنسبة للمنظمين التحفظات على الأخطاء إن كان وجدت أو النقائص من أجل تداركها ولهذا يمكن بإجراء انتخابات بتركيز الوسائل في البلدية الكبرى اليوم كل أكيد أنه يمكن إجراء انتخابات في ليبيا على نطاق واسع يشمل كل التراب الليبي فإن لم يكن بصفة أقول موحدة يمكن أن يكون على مراحل وأعطي المثال اليوم قاموا أو قاموا الليبيون بإجراء انتخابات على مستوى 58 بلدية يمكنهم إجراء انتخابات لاحقا في خضم الأسبوع أو شهر بنفس الوسائل في الثلث الثاني يعني 50 أو 58 بلدية ويمكن أيضا إذن على ثلاث مراحل تجديد البلدية وتصبح هنا كل البلدية في ليبيا بلدية منتخبة وذات شرعية دكتور إذا كان اليوم يعني من الجانب الشعبي من الجانب الإداري الكل جاهز لإجراء الانتخابات والدخول في العملية السياسية اليوم الكرة في مرمى السياسيين ونتحدث عن حكومة الحميد الدبيبة نتحدث عن برلمان طبرق نتحدث عن خليفة حفطر الجنرال المتقاعد اليوم الكرة عند هؤلاء هم من يتحملون مسؤولية تعطيل العملية السياسية في ليبيا طبيعة الحال لأن من خلف هؤلاء هناك متغيرات أو دعني أقول فواعل خارجية تؤثر على المشهد في ليبيا لكن إذا سلمنا بالأمر في تنظيم الانتخابات نحن نعلم أن ليبيا لديها ما يكفيها لإجراء انتخابات على أعلى مستوى لأنها تتوفر على الأموال اللازمة لتحقيق هذا الغرض سواء كان الحال في شراء وتجهيز مكاتب الاقتراع أو يعني من الجانب اللوجيستيكي لا يوجد إشهد أو حتى العمل على تقريب خبرات أخرى نحن نعلم أن الجزائر لديها إمكانيات كبيرة وقدرات في التنظيم يمكنها أن تساعد أيضا الليبيين في حالة ما طلب هؤلاء تسيير الانتخابات بالعودة إلى السؤال المركزي أقول أن اليوم شاهدنا أنه لم يتم تعطيل هذه الانتخابات لأنها لم ترقع ربما في تلك المناطق إلى الأهمية التي يمكن أن تتصارع من أجلها الجهات أظن أن السراعات اليوم في منظور الأطراف الليبية يتعلق بالبرلمان ويتعلق بالرئاسة لذلك تبدو كأن البلديات ثانوية بالنسبة لهم وهو تقدير خاطئ دكتور فهد سياق هل ستشكل هذه الانتخابات يعني ضغطا على السياسيين وأصحاب القرار في ليبيا مستقبلا؟ هذا هو السؤال الذي كنت أنتظره بمعنى أن الإمكانية موجودة والإرادة لدى الشعب موجودة والقدرة موجودة ما يعيق اليوم هي إرادة الفواعل على المستوى الأعلى التي منعت وتتمنع وتتملص من مسؤوليتها حتى تبقي على الوضع القائم لأنها تخدم بعضها يخدم مصالح غير المصالح الليبية وبعضها لا يريد أن الطرف الآخر يتمكن من السلطة أو يتمكن من السيطرة على مقاليد الحكوم في ليبيا هناك طيارات أخرى طيار محسوب على حفتر الذي يريد توريث العمل العسكري لإبنه والخوض في العمل السياسي المحظ بحيث يصبح هو البديل بالنسبة للسلطة في ليبيا وله أتبعه وله دعائم أيضا خارجية فهذه النقطة دكتور تحدث عن دعائم الخارجية دكتور هل ترى بأن الوضع اليوم على الأرض الواقع في ليبيا يسمح بالدهاب نحو انتخابات برلمانية ورئاسية هل القرار الخارجي لأن نعرف ارتباطات قطع واسع من المسؤولين في ليبيا بأجندات خارجية هل هذا القرار الدولي اليوم هو ناضج لسماح بالتفاهمات تقود إلى إجراء الانتخابات في ليبيا أصبحنا نذهب إلى صلب الموضوع أتذكر منذ حوالي 13 سنة حالما أظن أو 14 سنة منذ بداية الأزمة في ليبيا قلنا أن في الوقت الذي كان الكثير يتحدث عن مفهوم مشكلة الديمقراطية في ليبيا وطبيعة النظام الليبي قلت أن المشكلة الليبية هي مشكلة دولية تتجاوز البعد الليبي وهي مشكلة صراعات وإرادات أجنبية أقوى وأكبر من ليبيا في حالة ما توصلت هذه الإرادات إلى وجود توازنات في ليبيا سوف ينتهي الأمر أو تنتهي المشكلة في ليبيا لا زلت إلى يومنا هذا أقول أن الأمر أو الحبكة لم تحكها أيدي ليبيا ولا يمكن أن تفتحها الأيدي الليبيا لا زالت بين أيدي أجنبية أكبر دليل هو هذه الانتخابات البلدية مدام هناك الإمكانية موجودة والقدرة موجودة والنية موجودة وغياب المصلحة الخارجية استطاع الليبيون أن ينتخبون على ممتساوث مني وخمسين بلدية لأن هذه الإرادة الأجنبية لا يهمها الأمر على المستوى القائدي بقدر ما يهمها كيف تسيطر على حقول النفط وغاز كيف تسيطر على أموال ليبيا كيف تسيطر على اقتصاد ليبيا فهؤلاء هم الذين يدرون القرار أو يؤثرون على القرار في المشهد الليبي اليوم وأكد مرة أخرى في حالة ما توصلت هذه الفواعل إلى بناء جسر توازن وجسر التواصل من شأنه أن يحقق المصالح بين هذا وذاك سوف تنتهي الأزمة الليبية بشكل سلس كأنك تقول إنه عجب وهو شيء عادي وهنا نعود إلى المقاربة التي دافعت عنها الجزائر دائما وهو أن يجب أن يكون الحل ليبي ليبي وهذا الحل هو الذي يقطع كل شرايين الأياد الخارجية التي تعبت اليوم بمصير ليبيا جزائر كانت أول من فاهم اللعبة في ليبيا لأن اللعبة في ليبيا لما نتحدث عن الفواعل الأجنبية ونحدد ما هي أهم الأسباب التي أدت إلى الأزمة الليبية نحددها بالاكتشافات الغاز والبترول في شرق ليبيا نحددها بالمشروع تمرير خط الغاز إلى أوروبا عبر ليبيا الغاز الكيان الصهيوني الذي يمر عبر مصر وليبيا إلى أوروبا نحددها بالموقف المعادي للغرب بالنسبة لمحمل القدافي نحددها بالموقع الجيوستراتيجي لليبيا نحددها بالقدرات الاقتصادية والقدرات الطاقوية التي تتمتع بها ليبيا الكثير ينسى أن ليبيا كانت تعتبر من الدول التي لديها اقتصاد قوي جدا والليبيون كانوا يتمتعون بهذه القدرات وكانوا يمشوا وكأنهم أمراء لما كانت خيرات البلاد تعم عن نسبة الليبيين إذن العودة إلى المشكلة الليبية ليست مرتبطة بطابعة العكم ولا بوجود معامل القدافي بقدر ما هي اللعبة الخبيثة أو اللعبة الكونية وقعت في خانة ليبيا وأثرت عليها كما يقول المثل إذا ما تصادم فلان فالحشيش تحت الأرجل هو الذي يتأثر والحل اليوم؟ الحل أظن أعود أنه إذا توصلت أو إذا وجدت اتفاقات فيما يخص المصلحة الإقليمية والدولية سوف تنتهي هذه العملية يجب أن لا ننسى أن أيضا نقطة لم أذكرها أن ليبيا تحولت إلى مسرح للجريمة المنظمة وأيضا نقطة انطلاق بالنسبة لتسيير البعد الأمني في منطقة سحل والسحراء من خلال تثقيف الصراعات في السودان في تشاد في مالي في نيجر إلى غيرها وأظن أن رسالة الشعب الليبي من خلال مشاركتهم الواسعة في الانتخابات البلدية هي أن نحن نريد أن نحل مشاكلنا بمشاكلنا وكانت رسالتهم إلى باقي من يهمه الأمر أرفعوا أيديكم عنا إلى هنا نأتي إلى نهاية هذا العدد من برنامج الساحل وإفريقيا شكرا لك دكتور عبدالعاد السوفي كان في الإخراج محمد إفروج وعلى العارضة التقنية أمين شيخ تقبلوا تحيتي أنا ريدا شنوف إلى عدد مقبل إلى اللقاء اشتركوا في القناة